الديرما رولر ضمرتلي شعر مقدمة الراس والاجناب وسببتلي انسحاب زيادة وتساقط في شعر مقدمة الراس والاجناب لدرجة اني حسيت ان الصلع زاد عندي. ايه بقى السبب اللي بيخلي الديرما رولر تجيب نتائج عكسية مع ناس كتير جدا. او ممكن ما تجيبش نتائج خالص في علاج الصلع وانبات شعر مقدمة الراس والاجناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى جماعة تكونوا بخير وشعركم بالف صحة والف خير. زي ما عودتنا دايما على الكرم منكم. ياريتنا باللايك من زراء اللايك اللي تحت هنا. واللي مهتم بالمحتوى يشترك في القناة. شكرا. الديرما رولر ضمرتلي شعر مقدمة الراس والجوانب. ده الدعاء بسمعه من ناس كتير جدا جربوا الديرما رولر في علاج الصلع وانبات الشعر. وبيقولوا ان الديرما رولر نحلت لهم شعر مقدمة الراس والجوانب والنتايج بقت اسوأ. معهم بدل ما يحصل انبات للشعر حصلت قهقر للشعر. الناس دي في الغالب نوعين. النوع الاولاني وهو النوع اللي بيستخدم مقاس سن الديرما رولر طويل. مثلا اتنين ملي اتنين ونص ملي تلاتة ملي في بعض الاحيان. بقى استنادا لان بعض العيادات التجميلية زي العيادات اللي بتعمل جلسات البلازمة فعلا بتستخدم مقاس لتنين ونص ملي او تلاتة ملي في بعض الاحيان. ولكن يا جماعة ده مقاس طبي بيستخدم للعلاجات مش مقاس المنزلي اللي احنا بنستخدمه ده. زائد ان المقاس بتاع العيادات ده غالبا ما بيكونش ديرما رولر بيكون يا اما ديرما ستامب او ديرما بين. بيكون اللي بيقوم بيه كمان طبيب متخصص في الموضوع ده. زائد كمان السواء اللي بيستخدموها في البلازمة والخلاطات العلاجية الطبية بتكون تحتاج هذا المقاس من السن. وبتكون كمان الجلسات دي على فترات متبعدة. فبالتالي ما بنكونش محتاجين ان احنا نستخدم مقاس سن صغير. ففي العيادات بيستخدموا مقاس سن كبير. انت في البيت ما تستخدمش مقاس السن الكبير. مقاس السن المطلوب في الديرما رولر الاستخدام المنزلي من نص ملي لواحد ونص ملي بالكتير لو حد شعره طويل او لو سيدة. انا بفضل مقاس الواحد ملي ده المقاس الافضل. فيه نوع تاني من الناس وده الاسف اللي بيقع في الغلط ده لما بيكون بيستخدم المقاس السن السليم واحد ملي مسلا. وبرضو يحصل معاه نحول او تراجع في خط شعر الجبهة من استخدام الديرما رولر. ده بيكون نتيجة يا اما ان احنا منلف الديرما رولر على الشعر فبتقطعه. او برضو بنضغط بقوة واحنا بنعمل الديرما رولر بنحط الديرما كده ونلفها بقوة واحنا ضغطين. ده اسلوب خاطئ تماما ممكن يسبب تلف فيه بصيلات الشعر ونحول فعلا وتراجع له خط مقدمة الرأس. تاني حاجة فيه ناس بلما مستخدم الديرما رولر في اول اسبوعين من استخدامها بيلحظوا زيادة في معدل تساقط الشعر بشكل ملحوظ جدا. وده طبيعي يا جماعة. مش شيء ده يأكل خالص بالعكس ده تساقط شعر صحي جدا لان الديرما رولر او هي محفز لنمو الشعر. فمعنى كان هي شغالة كويس. دي عملية تحفيز لنمو الشعر. الشعرية القديمة الضعيفة اللي مكادش هيحصل فيها اي تقدم بتقع وبيبتدي الشعرية الجديدة هي اللي يحصل فيها او التأثير القوي جدا في النمو. وبتنمو احسن مليون مرة من الشعرية اللي تساقطت. ولنا اسوى في هذا الموضوع. مفروض اقوى محفز نمو يعني وهو المينوكسديل. قليت عملوا لنفس الطريقة. بتوقع الشعر القديم الضعيف لو عندك شعر قديم او ضعيف بتوقعه. وبتدي تنبت لك شعر جديد. والعملية دي بتكون مدتها تقريبا من اسبوعين الى شهر او شهر ونص بالكتير. شكوة برضو بتيجي من بعد المستخدمين الدرما رولر. الدرما رولر عورتني في فروة الراس وفي دم بينزف او في دم نققات دم بسيطة خفيفة كده على الدرما رولر. هل ده شيء طبيعي? هو مش طبيعي قوي. مفروض ان احنا لما نستخدم الدرما رولر ما نخليهاش تعمل دم او ما تخليهاش تعور فروة الراس. ده غلط تماما ده ممكن يسبب نتائج عكسية زي ما قلنا. لما نيجي نستخدم الدرما رولر بلاش نضغط جامد على فروة الراس. وبلاش نلف بعنف برضو على فروة الراس عشان ما نتلفش بصيلات الشعب. درما رولر مطلوب منها ان هي تعمل شك شكة في فروة الراس. تشك فروة الراس. ما تعورهاش. لو حد بيستخدم الدرما رولر وفروة راسه حساسة جدا. ارشح له ان يستخدم درما رولر مقاس سن النص ملي فقط. ما يروحش الاكتر من كده. لان كل ما مقاس السن يطول كل ما العرضة ان يحصل اصابات في فروة الراس تكون اعلى مقاس النص ملي مقاس كويس جدا وخاصة للرجال. شكوى بقى مهمة جدا وبتيجي من ناس كتير لما بيستخدموا الدرما رولر او في علاج الصلع وانباط الشعر وهي الدرما رولر بعد اسبوعين او تلتة اسابيع من استخدامها بدأت تعمل لي اشرة وحكة وبقيت كل لما هرش فروة راسي الاقي بيطلع اشرة كده في شعر الراس. دي مش اشرة. اللي عملت هلك الدرما رولر دي مش اشرة. هي عبارة عن ان هي اشرت طبقات الجلد الميت اللي كانت موجودة في فروة الراس. عملت كده حاجة شبه السكراب او الصنفرة اللي بنعملها للبشرة. هي الدرما رولر بتكون عملت الموضوع ده في فروة الراس برضو. ودي حاجة صحية جدا. بساعة طبقات جلد فروة الراس الجديدة ان هي تطلع بشكل احسن ويتأشر الطبقات القديمة. وده بيحط الشعرية او بصيلة الشعر في مناخ جيد للنمو. وملحوظة الاشرة بتاعت الدرما رولر دي او النتيجة عن الدرما رولر دي ما بتروحش لو استخدمنا شامبوهات لعلاج الاشرة. ان هي مش اشرة بكترية او اشرة دهنية اللي بيعالجها شامبوء الاشرة. هي عبارة عن طبقات او وبر من الجلد الميت كده بيحتاج ان هو بس ينزل من فروة الراس. عرض برضو بيعاني منه بعض الناس اللي بتستخدم الدرما رولر لعلاج الصلع والانبات الشعر وهو الدرما رولر زودتلي الزهم او السيبم او الدهون في فروة الراس. يا بي استدعيني ان انا اغسل شعري اكتر من المعتاد. هل ده شيء طبيعي? اه شيء طبيعي جدا وتحديدا في بداية استخدام الدرما رولر ان هي تزود زيوت فروة الراس. ان هي بتزود مادة الكولاجين في فروة الراس. فبالتباعية دي حاجة جديدة على فروة الراس. احنا مدخل انها لها جديد حاجة مش مش معتدين عليها. فبالطبيعي بتفرز فروة الراس زيوت كنوع من انواع الالية الدفاعية يعني لفروة الراس. وده شيء طبيعي جدا. لو الزيوت زادت في فروة الراس عندكم من استخدام الدرما رولر ما تقلقوش غالبا بعد ثلاث اسابيع هيختفي تماما. ولو ما اختفاش وانتم مدقيين قوي من الزيوت فروة الراس دي وفروة الراسكم بتزيد بزيادة لما بتستخدموا الدرما رولر او بعد استخدام الدرما رولر مسلا باربعة وعشرين ساعة بتلاقو فروة الراس زيتت شوية. ممكن تستخدموا شامبو الكيتو كونازول او نيزابيكس اللي موجود في الصدريات باسم تجاري نيزابيكس او نيزورال. مرة واحدة بس في الاسبوع. هيمحي تماما موضوع زيادة الدهون او مادة الزهم في فروة الراس وهتدعوه لي على الموضادة. في دراسة حديثة اتعملت على الدرما رولر في انبات الشعر وعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي الهرموني بتقول افضل مقاس ليها هو مقاس الواحد ميلي. جابوا شريحة كبيرة من المستخدمين استخدموا ليهم مقاسات مختلفة ومتنوعة من الدرما رولر. واثبت ان مقاس الواحد ميلي هو المقاس الافضل في انبات الشعر لانه بيوصل لجزء معين هو ده اللي احنا عايزين نوصله للناس اللي كملت معايا الفيديو لغاية الاخر افضل طريقة لاستخدام الدرما رولر بدون اي اعراض جانبية. وهي ان احنا هنجيب درما رولر مقاس واحد ميلي او نص ميلي حسب طبيعة شعرنا او حسب طول شعرنا تحديدا. دونت رول درولر. ما تلفش الدرما رولر وما تعملهاش بالشكل ده. انا كنت زمان الصراحة باستخدمها بالطريقة دي وعادي جدا وكان بيجيب معايا نتيجة كويسة. ولكن جابت معايا نتيجة افضل مليون مرة لما استخدمتها بطريقة التابنج. بسبت البكرة بالصباع من هنا كده. وبعمل تابنج. بعمل تابنج او او بخبط على فروة الراس كده. الطريقة اللي هي اشبه بتحويل الدرما رولر لدرما ستامب. كاني حاولت الدرما رولر دي لدرما ستامب. ده بيدينا مزايا كتير جدا ان السنون بتاعت الدرما رولر بتنزل مباشرة في عمق بصيلة الشعر. اتنين هي بتحمي من الاصابة فروة الراس بالتعاوير والكلام ده. لف الدرما رولر بيعور فروة الراس اكتر من ان احنا نستخدم تكنيك التابنج او ان احنا نعملها بالطريقة دي. قالت حاجة ودي مهمة جدا للسيدات. كما بيعملوا الدرما رولر بالطريقة دي كده بيلفوها كده. بتمسك احيانا بتلف البكرة دي الجزء اللي هنا في البكرة. بيلف على شعرهم وبيقطعوا. فطريقة التابنج دي احسن كتير جدا. بتمنع تقطيع الشعر. بتمنع اصابة فروة الراس باي مشكلة. وكمان بتدينا تحكم افضل في الدرما رولر. بنيجي نلف الدرما رولر. احنا بنبقى بنعمل حاجتين مع بعض. بنلف او بناخد الزاوية بتاعت لف الدرما رولر. وفي نفس الوقت بنضغط ضغطة كده يعني ايه خفيفة. لكن في حالة التابنج او اللي احنا بنستخدمها مسبتين البكرة بتاعت الدرما رولر وبنعمل عملية دي احنا بنضغط فقط. بنبقى مهتمين ومركزين في الضغط فقط. ويعني معلومة لك وكده عقل الانسان ما بيعرفش غالبا يركز في اكتر من حاجة بنفس الوقت بنفس الكفاءة فبالتالي لما نركز في حاجة واحدة بس ان احنا نعمل تابنج بيكون افضل وبنكون مركزين ان احنا ما نضغطش جامد زيادة عن اللازم او برضو ما نعملش خفيف زيادة عن اللازم عشان نوصل لافضل نتائج من الدرما رولر لان الدرما رولر والله يا جماعة من افضل العلاجات الطبيعية للصلاع والانباط الشعر والعلاق تساقط الشعر والناس برضو اللي بتدور على تطويل الشعر علاج طبيعي شبه مجاني الجسم بيعالج نفسه بنفسه ملوش تقريبا اعراض جانبية او اعراض الجانبية اعراض بسيطة جدا سهل ان احنا نتغلب عليها لو استخدمنا الدرما رولر بالشكل السليم والصحيح تستخدموا يا جماعة الدرما رولر وما تقلقوش من اي ادعاء بتتقال عليها في بعض الناس بتتدعي على الدرما رولر ان هي ما بتعملش حاجة بعض الناس انه بتقول لك عورت لفروض راسي هم استخدموها غلط ملناش دعوة بهم بعض الناس تالتة قلقوش لك عملية لاشرة عملية لزهم انتو بتستخدموا الدرما رولر غلط وبتتجنوا على الدرما رولر درما رولر الصراحة علاءة جميل جدا علاءة فعال جدا كل استخدموه والدراسات العلمية اللي عتعملت عليه و يعني علميا على الصعيد العلمي علاج مميز جدا في انبات الشعر والناس وبتستخدم محفز لنمو الشعر وعندك صلع وراسي زي مينوكسيديل ديرما رولر هتضعف لك اداء مينوكسيديل بتستخدم تركيبة زيود زي التركيبة الثلاثية ديرما رولر هتضعف لك اداءها اي حاجة ديرما رولر بتتحط معها بتضاعف اداءها مليون المية بل والاجمل كمان انها لو استخدمت لوحدها لوحدها من غير اي حاجة مرتين فقط اسبوعيا كفيلة جدا في انبات الشعر. اتمنى اكون المعلامات اللي قلناها في الفيديو افادتكم وعجبتكم واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.